موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد لسه مكملين في سلسلة الـ Power Pivot الفيديو رقم 12 النهاردة هنتكلم على الـ Power Pivot بس جوه الـ Power BI وتقدر تعتبر الفيديو ده مقدمة كويسة جدا للـ Power BI هناخد النهاردة هناخد 6 حاجات اول حاجة مقدمة هنتكلم على الـ Power BI هنشوف ازاي ممكن تحصل على الـ Power BI هنشوف هي مكوناته و هنشوف ازاي بيشتغل الحاجة التانية هنعمل استيراد للبيانات من ملفات Excel باستخدام Power Query الله انت قلت Power BI ايه دخل Power Query ايوه حضرتك الـ Power Query هي جزء من الـ Power BI والكلام ده قلناها اكتر مرة قبل كده نفس الـ Power Query موجودة في الـ Excel مع بعض الاختلافات البسيطة جدا هي هي موجودة في الـ Power BI فهنشوف ازاي ممكن نعمل استيراد لبيانات من ملفات Excel جوه الـ Power BI باستخدام Power Query بعد كده هنشوف ازاي ممكن نحمل الجداول دي اللي جبناها من Excel على حاجة اسمها Data Model وننشئ علاقات بين الجداول الـ Data Model ايوه حضرتك فيه موديل جوه هو بالزبط الموديل اللي موجود جوه الـ Power Pivot مع اختلافات بسيطة جدا هو هو اللي في الـ Excel هو هو موجود في Power BI مع بعض الاختلافات البسيطة جدا لو بتاعف تشتغل هنا اكيد هتعرف تشتغل هنا مفيش مشكلة بعد كده هنعمل برضو جدول تقويم زمني او كالندر وحنشوف ازاي المرادة الموضوع المختلف الطريقة اللي كنت باشتغل بها في الـ Excel ان انا اعمل جدول زمني جوه الـ Power Pivot مش هقدر اعمالها هي هي بالزبط ولكن في حول اخرى باستخدام Dex functions جوه الـ Power BI او جوه Data Model بعد كده هنعمل شوية Measures بالزبط نفس الميجرز اللي موجودة جوه الـ Power Pivot وبرضو باستخدام معادلات Dex مع اختلافات طفيفة جدا ممكن اصلا ما تلاحظهاش وانت شغال حاجات بسيطة جدا هنقولها وحاجات اخرى انت اصلا مش هتلاحظها وانت شغال هنعمل اجمالي للكميات واجمالي للمبيعات ومتوسط السعر واخر حاجة هنشوف ازاي بقى ممكن نطلع تقرير نطلع Pivot Table جوه الـ Power BI فيها Pivot Table او فيها Report شبه جدا الـ Pivot Table هنستخدمه مع بعض وكمان هنستخدم سلايسرز برضو شبيهة جدا بالموجودة في الـ Excel عشان نقدر تنعمل Pivot Table اللي احنا هنعمله وده هيكون الجزء الاول من المقدمة بتاعة الـ Power BI الفيديو الجاي هنكمل شوية حاجات زيادة هنزود حبة Measures و هنزود شوية Visuals علشان نبقى عملنا بروجيكت متكامل باستخدام الـ Power BI النهاردة كمان هناخد سبع دوال داكس منهم واحدة جديدة وهي اول واحدة اسمها Calendar Auto ودي المسؤولة عن انشاء جدول التقويم الزمني ودي مش موجودة في الـ Excel version او في الـ Power Pivot الموجود في الـ Excel و هناخد معها كمان ده اللي اسمها Month دي زيها زي بالضبط اللي في الـ Excel وكمان واحدة اسمها Year مسؤولة ان هي تجيب رقم السنة طبعا Month بتجيب رقم الشهر وير بتجيب رقم السنة وكمان Format دي خدناها برضو في الـ Power Pivot شبيهة جدا بتكست اللي موجودة في الـ Excel وكمان هنشوف Sum خدناها قبل كده SumX خدناها قبل كده في الدرس بتاع الـ Dax Iterator وكمان هناخد حاجة اسمها Related ودي اللي بتقوم بوظيفة الـ Velocup واخر واحدة اسمها Divide وبردو خدناها قبل كده يبقى سبع دوال داكس النهاردة منهم واحدة جديدة اسمها Calendar Auto موسيقى تعال اول حاجة نشوف ازاي ممكن حاجة تحصل على الـ Power BI هارك فيه Application اسمها Power BI Desktop ودي اللي هنشتغل عليها النهاردة ودي حضرتك موجودة على الموقع مايكروسوفت ببلاش ما فيهاش اي فيز ولا اي مصاريف الـ Version كاملة وبتنزل معك Life Time طبعا اجيبها منين هارك من اللابتوب بتاعك تحاول تنزل Microsoft Store اكيد موجود عندك او ممكن تعمله داونلود بعد كده لما تخش على Microsoft Store تقدر تعمل سيرش على حاجة اسمها Power BI هتلاقي حرك كذا Option هتختار اول واحد اللي هو Power BI Desktop طبعا خد بالك مكتوب هنا Ond لاني انا عمل السكينشوت دي من اللابتوب بتاعي و الـ Application اللابتوب بتاعك و الـ Application لكي كان مكتوب لك ولكن في حالتك انت موجودة و اول ما هتكليك عليها هيفتح لك سكرين زريفة زي دي اطلاعا عندي مكتوب انها انستود لكن هتلاقي عندك حاجة اسمها Install هتكليك على Install و هتنزل الـ Application وبعد كده هتعمل لها Setup وهي مجانا ولو نزلتها من Store بنفس الخطوات دي هايحصل لها Update Automatic كل شهر يعني كل ما هتفتح اللابتوب بتاعك وتوصل بالانترنت هايحصل Update Automatic للـ Application بكل الحاجات الجديدة اللي موجودة فيها طب ايه مكونات الـ Power BI زي ما كنا بنتكلم في المقدمة حرك اول جزء فيها هو Power Query زي ما قلتلك نفس Power Query بالزبط اللي موجودة في الـ Excel اللي احنا عملنا عليها سلسلة كاملة ممكن هترجع لها و كمان الوقت يشغلين في الـ Advanced Power Query نفس الامكانيات بالزبط اللي موجودة في الـ Excel و شوية كمان فوقيهم زيادة موجودة جوه الـ Power BI لو حرك فاهم كويس قوي Power Query بتاعت الـ Excel ما عندكش ايه مشكلة خالص اللي هتتعامل مع Power BI نفس الامكانيات بالزبط الجزء الثاني هو Data Model و Dax نفس الـ Dax بالزبط 99% من الـ Functions مشتركة بين Power BI والـ Power Pivot اللي موجودة في الـ Excel في بعض الدوال الزيادة موجودة في الـ Power BI ولكن لو حركت فاهم تكتب Dax في الـ Power Pivot فمفيش مشكل خالص بنفس التكنيك بالزبط ونفس الطريقة هتشتغل على الـ Dax اللي موجود في الـ Power BI والحاجة اللي بعد كده الـ Interactive Visualization وطبعاً دي الميزة الأساسية اللي بتميز الـ Power BI عن الـ Excel الـ Visuals الموجودة تعدد الـ Visuals الموجودة وإنها بتشتغل مع بعض بشكل الـ Interactive وده هنشوفه مع بعض أخيراً في الفيديو الجديد النهارده ممكن هنوصل هنا هنعمل Pivot Table لكن الفيديو الجديد هنشوف أهمية الـ Interactive Visualization وإزاي الـ Power BI متميز جداً في الجزئية دي طبعاً كل الحاجات دول مع بعض الثاني حاجات دول موجودين في الـ Power BI Desktop وده هنشتغل عليه النهارده فبالتالي من أول ما تعمل استيراد للـ Data لحد ما تعملها Transformation لحد ما تعمل Modeling وعلاقات ما بين الجداول وبعد كده كمان تطلع ريبورتاته عن طريق الـ Visuals كل الكلام ده موجود عندك في الـ Power BI Desktop اللي احنا قلنا زيه هننزله وانه هو ببلاش بالكامل او كله مجاناً مش محتاجة تفع فيه ولا جنيه طيب ايه اللي موجود بعد كده؟ موجود بعد كده جزء ثاني اللي هو الـ Power BI Online وده مستو ايه؟ انه بيساعدك انك تعمل شارينج للناس اللي معاك في الشغل او لجروف معايا من الناس اللي مهتمين بنفس الموضوع الحراك شغال عليه وده طبعاً بيحتاج ان انت تعمل سبسكريبشن ويمحتاج على الاقل ليسنس مها Power BI Pro وطبعاً ده هتكون ايه بمصاريف شهرية او سنوية حسب الموقع بتاع مايكروسوفت فيبقى انت لغاية هذه اللحظة قبل ما تعمل شارينج انت معناش مشكلة خالص تشغال على الـ Power BI Desktop وممكن تاخد الفايل اللي انت اشتغلت عليه وتبعته لزمالك بالـ E-mail وطلبوا هم عندهم هم كمان وموجود عندهم بلاش اكيد فهم كمان ممكن يفتحوا الـ Dashboard وممكن يبدأوا يشتغل ويفتحوا الـ Report ويشتغلوا عليه مفيش مشكلة ولكن لو عايزين نعمل Online Sharing في الحالة ده محتاجين سبسكريبشن ومحتاجين Power BI Pro License اخر جزء في المقدمة الظريفة بتاعتنا ده هو ازاي Power BI Desktop ده بيشتغل حالك انا الوقتي فتحت الـ Application وزي ما انت شايف بتجيلي الـ Start Window هل اخذ بالك انت ممكن تعمل كده تاك مارك دي زي ما انت شايف وتقول له لا انا مش عايز اشوف في الـ Screen دي تاني ودي تطعلك في الاول ممكن تتحكم انها تبقى موجودة كل مرة طبعا الظريف فيها ان انت عندك في الاول فيه tutorial لو انت حالك ممكن يعني بيدي لك شوية افكار ممكن تشتغل بها Getting Started وبعد كده Building Report و Query View Concept حبة tutorial مش بطالة كمان بيدي لك What's New وده ضريف جدا ممكن تشاك اوت لان زي ما قلت لك كل شهر بيحصل update فممكن تخش على What's New وتبدأ تشوف ايه اللي موجود وعلى الشمال بقى حبة options من Power BI Desktop نفسه زي انك تجد data دي طبعا بتترجل على طول الـ Power Query وتبدأ على طول تسحب data او تجيب recent sources او تفتح بعض الفايلات اللي كانت مفتوحة قبل كده او تفتح reports اخرى انا عادة ما بشتغلش من السكرين دي فعلى طول بقفلها وده بيكون المنظر اللي موجود قدامك لما بتفتح فايل جديد او Untitled Power BI Desktop File بيكون المنظر زي ما حاك شافوا كده موجود منع الشمال خالص فيه ثلاثة icons اول واحد اسمه report وده report view ده default ده اللي حاك موجود قدامك وده بيكون فيه الشكل النهائي او report حاك بتعمله وزي ما انت شاف عمل كازال برضو متقسم pages يعني هنا page 1 لو عملت الـ plus دي هيدي لك page 2 ولو عملت واحدة كمان page 3 وممكن اعمل الـ x دي عشان ادليت اي page من الـ pages لو انا مش محتاجهم يبقى انت كده ممكن تزود page او تعمل delete زي بالزبط الـ excel وده اللي بيكون فيها الـ visuals او report او الشكل النهائي ممكن تعمله share او تباعته لحد علشان يستخدمه لو رحت على الايكون التاني اسمه data لو دست عليه ده المكان اللي بتشوف في الـ tables زي بالزبط الـ power pivot window اللي بتشوف فيها الـ tables وتتفرج على الـ data اللي جوه الـ tables دي وبعد ذلك عندك اخر ايكون لو عملت hover عليه مكتوب عليه model لو دست عليه هنا المفروض لما يكون عندنا tables هتشوف كل الـ tables مع بعض في نفس الوقت وهتشوف كمان الـ relations الموجودة بينهم زي بالزبط الـ diagram view اللي موجود في الـ power pivot window يبقى عندك ثلاثة views واحد اسمه report view الثاني اسمه data view والاخير اسمه model view طيب تعال نرجع على الـ report view او الـ default بتاعنا على يمين خالص هتلاقي هنا فيه ثلاثة tabs اول tab خالص هيكون فيها الـ fields بتاعتك لما نجيب data ولما نجيب tables هتشوف كل الـ fields بتاعتك الموجودة هنا والجزء ده موجود في الـ visuals زي ما انت شايف كده كل اشكال الـ visuals الموجودة ممكن تختار منها اللي انت عايزه وتعمله insert جوه الـ cannabis او جوه الـ report area عشان تخلق الـ report بتاعك وتحت هنا اماكن اللي بتحط فيها الـ fields يعني نبدأ اختار الـ fields وحطه في مكانه هنا على حسب الـ visual انا بختاره والـ brush او الـ paint ruler دي اللي موجودة هنا لما بتختارها ممكن تعمل formatting للـ visual او للـ page بالشكلة وعايز تعمله والـ paint الثالثة او تارت ساكشن اسمه filters ممكن تعمل فيلتر للـ visual نفسه لما تكون واقف في اول جزء الجزء الثاني يفلتر للـ page كلها لو انت عامل اكتر من visual وعايز تعمل لهم فيلتر كلهم مع بعض في وقت واحد ممكن تعمله من الـ area دي والمكان الثالث لما بتعمل فيلتر للـ report بالكامل يعني لو عندك اكتر من page وعايز كل الـ pages مع بعض يحصل لها filtration بتعملها من الساكشن التارت اللي موجود هنا طيب لو روحت فوق بقى على الـ home عندك اهم حتة موجودة في الـ home هي اسمها data ودي بالضبط حضرتك الـ power query اللي موجودة في الـ excel ولو انت لاحظت هتلاقي فيها جيت data لو فتحت هتلاقي بقى معظم السورشيز اللي موجودة زي الـ excel بالضبط وممكن تعمل more عشان تجيب حاجات اكتر كمان هتلاقي بعض لو عايز تجيب حاجة direct من excel او من power bi data set او من SQL server او لو عايز تدخل حتى الـ data set وهنا ممكن كمان تلاقي الـ recent source اذا استخدمتها كل الجزء ده مع بعضه متعلق بالـ power query بعد كده هتلاقي عندك حاجة اسمها modeling ودي ديما هنستخدمها علشان نعمل calculations او measures بتاعتنا هتلاقي حتى بتاعت الـ calculations فيها اربع حاجات اول حاجة اسمها new measure وده اللي بقدر عن طريقها اكتب DAX اكتب DAX فورمولة جديد الـ DAX ممكن اكتبه وانا واقف على report view او برضو انا واقف على data view نفس الكلام حلاقي الـ section ده زي ما انت شايف موجود فيه الأربع حاجات اللي هم new measure و quick measure و new column و new table يبقى عن طريق داكس كل ده عن طريق داكس ممكن اعمل new measure quick measure ده ما هو الا wizard ممكن استخدمه علشان اعمل measure او يساعدني ان اعمل measure وطبعا ده للناس المكتدئين او اللي معندوش فكرة او مخدش داكس او مفهمش داكس قوي ممكن يستخدم الـ quick measure created column اقات كلم على الـ tables الموجودة باستخدام داكس واخر حاجة خالص ممكن اعمل new table باستخدام داكس وده حاجة مش موجودة في الـ excel او في الـ power pivot بتاع الـ excel ان انا ممكن اخلق table بالكامل عن طريق داكس وده هنشوفها النهاردة واحنا بنعمل الـ calendar table باستخدام الـ function اللي اسمها calendar auto يبقى احنا كده اخدنا فكرة سريعة على الـ interface بتاع الـ power bi desktop وشوفنا ازاي بيشتغل قبل من نروح الـ power bi ونشتغل على الـ example بتاع النهاردة تعالى نشوف الملفات اللي حنشتغل عليها قلناك كلها هتكون موجودة على الـ excel عندنا اول فايل موجود فوق دا في الفولدر الصغير دا اسمه all sales وده الفاكت بتاعتنا او الـ fact table بتاعنا موجود فيه اربع سنوات من مبيعات تعالى نروح نبص عليه بسرعة دا الـ all sales زي ما انت شايف من 2016 لحد 2019 وزي ما انت شايف عندي مجموعة من الاكواد اول حاجة مثلا الكود بتاع الـ product وبعد كده كود الـ channel وبعد كود الـ segment كود الـ region وبعد كده تاريخ البيع وبعد كده الـ quantity والـ discount لكن ما عنديش قيمة البيع عشان كده هنضطر نحسبها بعد كده وزي ما انتفقنا اربع سنين دا الـ fact table اللي احنا هنشتغل عليه الاربع سنوات ومع بعض لو نروح لبقى على الـ look up tables هتلاقي 3 tabs واحدة للـ product واحدة للـ region واحدة للـ channel tab بتاع الـ product فيها product id برضو اسم الـ product واسم الكاتيري والـ price وده اللي هنستخدمه مع عدية اللي موجودة في الـ all sales علشان نحسب الـ sales value وبعد كده في حاسمها commission points بس دي مش احتاجها في الموضل بتاعنا المرة دي فهنشوف احنا كمان بنعمل لها load زي ممكن نـ exclude الـ column وبعد كده عندي الـ region two columns region name region id ونفس الكلام في الـ channel two columns channel 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 id ودول هستخدمهم عشان اقدر اجيب اسامي الـ channels مكان الاكواد اللي موجودة في الـ fact table او في الـ all sales يبقى دول اول فايلين الـ all sales و الـ look up table هنروح دلوقتي على طول نجيبهم باستخدام الـ power query اللي موجودة جوة الـ power bi بعد كده عندي sales 2020 وده هستخدمها بعدين لما حب اعمل update للموضل بالـ data الجديدة بتاعة sales 2020 فتعال يلا على الـ power bi على طول ونبدأ نعمل ده فايل جديد من الـ power bi بـ desktop انا واقف على الـ home ribbon وهنروح الى حيث بتاعة الـ data اللي قلنا دي هي عبارة عن الـ power query وهنختار منها excel shortcut على طول عشان اروح اجيب فايلات من الـ excel ده الفولدر بتاعي اسمه data هنختار الفايل اسمه look up tables لازم يكون متأكد انه معمول له save وانه مقفول عشان لو عملتش كده هتديني error لازم يكون متسايف ومقفول ما ينفعش يكون مفتوح وبعد كده هقول له open وبعد كده هفتح لي نفس الـ window بالضبط اللي بنشوفها في الـ excel power query نفس الـ navigator بالضبط اللي بشوفه وانا شغال على الـ power query في الـ excel ودي data sheets بتاعتي وفي الحالة بتاعتنا محتاج الـ data sheets هعلم عنهم كلهم واحد اثنين ثلاثة طبعا لو قفت على اي واحدة فيهم هجيبلي في النص الـ preview بتاعة data ادي الـ channel و ادي الـ product و ادي الـ region مفيش مشكلة ممكن اعمل الـ load لكن زي ما تعودنا في الـ excel هستخدم transform data دايما او ما هقوله transform هيفتحي على طول الـ power query editor بوصوا فوق كده مكتوب ايه power query editor بالضبط نفس اللي موجودة في الـ excel على الشمال ادي الـ data queries بتوعي مع بعض وعلى اليمين ادي الـ applied steps وبوص كده حراك ادي الـ preview للـ data ادي الـ table بتاع الـ region و ادي الـ table بتاع الـ product و ادي الـ table بتاع الـ channel وتعالى كل المطلوب مننا نعمله هنا ان احنا ندابل تشاك على الـ data types هو الواحده زي ما انت شايف جاب الـ source و اعمل navigation و اعمل promote headers و اعمل change type و تعالى بس ندابل تشاك على الـ types ABC للكلام هنا مفيش مشكلة يعني ده تاكست مفيش مشكلة 123 معناها ان ده الـ number مفيش مشكلة للـ channel id تعالى نروح على الـ product هنا 123 مفيش مشاكل ABC ABC تمام 123 تمام اخر حاجة خالص الـ region ABC123 تمام تعالى نرجع على الـ product قلنا مش محتاجين الـ commission مفيش مشكلة ممكن اقف عليها right click زي بالضبط الـ excel remove طيب انا كده تمام جاهز هنا اعمل close and load خد بالك الـ excel كان فيه هنا ايكون على الشمال منهم اسمه close and load لكن هنا اسمه close and apply و الـ options اللي فيه اما close and apply ياما apply بس ياما close بس طيب ليه مفيش close and load لان ما فيش حاجة الـ load فيها احنا هنا بنلود حرك على طول على الموضل هناك كان عندي option ياما حطها في table ياما حطها في pivot table ياما حطها في pivot table ياما pivot chart ياما وديها على الـ data model لكن هنا ما عندكش مكان apply يعني ياما وديها على الموضل close يعني اقفلها زي ما هي ما عملش حاجة close and apply يعني هيقفل الـ power query ويعمل load على الموضل فانده انا اريد اعماله بالضبط هقول له close and apply واول ما هعمل close and apply هيقفل الـ power query editor وحرجعني ثاني على data view وحيبدأ يعمل loading للـ 3 tables او الـ 3 query مع بعض وتعالا بقى بص على اليمين هنا هتلاقي بعد المكان ده فاضي خالص المكان هنا بتاع الـ fields كان فاضي خالص لا هنا عندي 3 tables ولو فتحت الاسهم اللي جنبهم هتلاقي حضلك كل الـ fields الموجودة في الـ tables دول ولو رحت على data view هتلاقي برضو الـ data tables ممكن تختار بقى اي واحد فيهم ادي الـ channel تقدر تشوف بقى ادي الـ table بتاعك اهو و ادي الـ product ممكن تتفرج على table بتاع الـ product وده الـ table بتاع الـ region وهكذا ولو رحت برضو على الـ diagram view هتلاقي التلات ريبورتات بتوعك موجودين هم ادي الـ product و ادي الـ region و ادي الـ channel فاضي لي بقى ان انا روح اجيب الـ all sales عشان اقدر اعمل relation وابني الموضل بتاعي هعمل كده ازاي نفس الكلام من data انا عندي هنا لقاكم بتاع Excel هدوس عليها على طول هروح المرأة اختار all sales و اقول له open هلاقي برضو الـ navigator فتح و ادي الـ 4 sheets بتوعي المرأة يخد بالك انا محتاج احطهم كلهم تحت بعض يعني مش هينفع اختار لو اخترت واحدة واحدة زي عاملت المرأة اللي فاتت هيديني اربعة query لكل سنة لا انا عايز اشاور على الـ Excel file نفسه طبعا جلب نشاور هنا كده للأسف لو شاورت هنا مش هديلك امكانيات انك تختار من load او transform لازم تختار واحدة من دول لو اخترت واحدة زي كده هيديني امكانيات load والترانسفورم طب الحل ايه فيه بقى workaround صغير قوي كده اختار هنا كده واعمل right click و اقول له لو سمحت اعمل load او transform data في الحال بتاعتنا عايزين transform data هيفتح لي Power Query Editor واللي هيكون قدامي دلوقتي لسته بكل المحتويات بتاعت الـ Excel workbook ده زي ما انت شايف ادي names 2016 حد 2019 و ادي data ادي table 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 لو قفت في الحالة الفاضي على يمين نفس اللي في الـ Excel بالزبط ادي تحت preview للـ data انا محتاج بس الـ column ده ولكن خد بدك لو بصيت تحت حلاقي هنا ان اول row في الـ headers و انا عايز اعمل promote للـ headers دي عشان لما اعمل expand للـ data تيه كلها تحت بعض من غير ملاقي الـ headers دي جايالي في نص الـ data اعمل كده ازاي زي ما كنا نعمل في الـ Excel بالزبط هروح على add column و ازود column جديد واختار custom column هيفتحي نفس الـ window بتاعت الـ Excel بتاعت add custom column مش مهم اسمه خليه زي ما هو بالزبط وهستخدم هنا فانشن اسمها table.promote header زي ما انت شايف الـ auto completion بتاع الـ power query مش قد كده فكتب table مرتين ممكن اشيلها خد بالك ممكن تكتبها من غير assistance كلها ولكن لازم تراعي الـ capital يعني T لازم تبقى capital P تبقى capital والـ H تبقى capital ده اسم الفانشن هفتح close انا عايز اعمل الكلام ده المين لـ column بتاع الـ data اللي جهة الـ table بتاعتي هاختار data واقوله insert واقفل الناحية الثانية القوز بتاعي واتشك ان هنا no syntax error وادوس على اوكي زي الـ Excel بالزبط ادي اضاف لي custom column لو قفت الحتة الفاضية على يمين هتلاقي حصل promotion للهيدر الدنيا كده تمام هاقف هنا واعمل right click وقوله remove other column محتاج الـ column ده بس وبعدين هنا ممكن اعمل expansion نفس الكلام uncheck use original column name as prefix هنا برضو في معلومة اضافية مش محتاجة هي معلومة sales rep id ممكن اعمل uncheck اختار بس ديتا اللي محتاجها اللي هما من اول product id لحد الـ discount وبعد كده اقول له اوكي هتلاقي كل الـ data جاءت لك تحت بعض وحصل لها append محتاج بس اضبط data types زي ما انت شايف هنا ABC123 يعني معنا كده any كل الـ data types فمحتاج انا اعمله اعمله transformation data دي وقدر اضبط الـ data types احسن طريقة وانا مختار كل الـ columns اروح اتترانسفورم هتسمها detect data type بالضبط زي الـ Excel هتختارها هيضبط لك كل الدنيا عندك 123 في كل الاكواد يعني ده هول نمبر مفيش مشكلة والdate اداله date والquantity 123 والdiscount 1.2 ممكن اغير دي واخليها % عشان تبين قدامنا ان هي نسبة خصم وممكن اقول له replace بدل add news tab بقيت بينا قدامنا ان هي %100 يبقى ان كده خلاص استخدمت الـ Power Query عشان اجيب الـ data بتاعتي واعمل لها كل الترانسفورميشن انا محتاجها عشان ابدأ يلا على طول واشتغل على الموضل قبل ما نعمل Close & Apply زينا عملنا في الثلاثة queries اللي قبل كده خليني المرة دي اعمل حاجة اسمها Close عشان اعجز اوليك حاجة قبل ما نعمل Apply فاول ما نعمل Close هيفتح لي تاني اخر View كان موجود وده كان Model View فما فيش مشكلة خالص عايزك تروح على File ومن File هنروح على حاجة اسمها Options & Settings اختار Options هيفتحك الويندو او سكرين اللي فيها كل Power BI Options من السكرين دي اختار Current File وتحت اختارها حتى اسمها Data Load لو اختارنا Data Load هتلاقيها اسمها Relationships وهتلاقي حاجة اسمها Auto Detect New Relationships After Data Is Loaded الـ Option ده مش موجود في الـ Excel ده موجود بس Power BI لو عملت Uncheck عليه يبقى انا لازم اعمل كل Relations Manual لو اختارت ده الـ Power BI لوحده هيحاول يكتشف A Relations اللي ممكن تكون محتملة ما بين Tables وهينشئها بشكل تلقائي وهيكون دوري ساعتها ان اروح اراجع عليها وتأكد ان هي مظبوطة انا مغيرتش حاجة خليني اقول Cancel وتعالى بقى عايزين نرجع تاني اخد بالك هنا داني وورننج وقال لي فيه Changes هكتش ابلاش Apply مفيش مشكلة ممكن او حبيت ارجع تاني على الـ Power Query ممكن اروح هتسمها Queries دي برضو من الـ Home جنب Data هتسمها Transform Data لو اخترتها هتسمها Transform Data ده يفتح لك تاني Power Query Editor لـ All Sales مفيش مشكلة اختار تاني All Sales وروح على Close & Apply واختار بقى المرة دي Close & Apply هيبدأ الواحد ويعمل Loading هتشوف بقى حركة هو يعدي طبعا الفايل ده كبير كبير نسبيا بتاع All Sales في Sales بتاعت 3 سنين وهيبدأ بقى يعمل Loading لزي ما بيحصل في الـ Excel بالزبط هيعد كل الـ Rows وكل الميجابايتس ويعمل Loading وانس ان خلص الـ Loading بدأ اكتب لي هكتب لي وفي الـ All Sales ظهر عندي وكما تشاهد العلاقات كلها تم انشاءها بشكل تلقائي وفي الـ All Sales لو جبناه هنا مثلا في النص وجبنا الـ Region الناحية مثلا كده خلاص وهو مزبط الدنيا وفي الـ One وميني دائما الـ One جاي من ناحية الـ Lookup Tables اللي هما Region وProduct وشانل والميني نفس الأستريك بالزبط بتاعت الـ Excel رايحة في اتجاه الـ All Sales أو في اتجاه التابل بتاع الفاكت تابل ومتعنا نشك كده هو عمل الدنيا ازاي لو اخترت تشانل يبقى تشانل اي دي مع تشانل اي دي الدنيا مزبوطة لو اخترت الـ Product الـ Product الـ Product الـ Product الـ Product الدنيا تمام والـ Region مفيش مشكلة Region اي دي مع Region اي دي لو حابب ترجع وتفهم موضوع الـ One to Mini Relation من أول وخالص ارجع لفيديو ده اول فيديو في السلسلة دي ستجد لينك موجود فوق دلوقتي سيكون فيه شرح مفصل ازاي تخلق Relation One to Mini من البداية طبعا زي ما قلنا ما فيهوش الـ Option بتاع Auto Detect وبالتالي ستشوف ازاي تم إنشاء العرقات دي بشكل مانيول وده نفس التكنيك اللي بيطبق بالزبط في Power BI الخطوة الخطوة بعد ذلك انحنا ننشئ جدول التقويم الزمني او date table او calendar table جوه الموضل ده وقلنا طبعا قبل كده فوائد القصة دي ايه وعندنا طبعا فيديو قبل كده PP04 بيتكلم على جدول التقويم الزمني واهميته وازاي ممكن ننشئه في الـ Excel طبعا الـ Excel الـ Worksheet العادية ممكن تنشئ فيها الجدول بعدين تعمله Load ياما عن طريق الكويري ياما عن طريق Directly توديه على طول على الـ Power Pivot ياما ممكن تعمله من الـ Power Query على طول وشوفنا برضو ازاي نعمل كده ياما ممكن اعمله من الـ Interface من الـ Power Pivot على طول طبعا الموضوع يختلف شوية في الـ Power BI اولا ما عنديش الـ Sheet Environment او الـ Excel sheet العادية دي مش موجودة هنا دي اول اختلاف فما قدرش عمله على Excel sheet الحاجة التانية كمان ممكن اعمله على الـ Power Query لا يوجد مشكلة ولكن ما قدرش اعمله برضو Directly من الـ Interface اللي حراك شايفه قدامك هذا الـ Option دي مش موجود في الـ Power Pivot او في الـ Data Model اللي موجود هنا في الـ Power BI لكن هنا فيه حاجة ان انا ممكن انشئه عن طريق داكس عن طريق داكس وده كمان مش موجودة في الـ Excel يعني ده اختلاف كبير بينه وبين الـ Excel انا هنا ممكن اعمل داكس فورملا تنشئ تابل ومن الـ Tables ممكن يكون Calendar Table وفيه Function سهلة جدا ممكن استخدامها عشان اعمل حاجة زي كده لكن قبل ما ابدأ خليني ارجع تاني على الـ Data View وتعالا نبص على الـ Fields اللي موجودة على يمين هنا ادي الأربع جداول البتوعي او الواحد لو عملت له Expand هتلاقي حاجة اسمها Date ادي الـ Date Field كل الـ Fields هي موجودة او كل الـ Columns موجودة الـ Channel ID والـ Date والـ Discount والـ Product ID والـ Region ID والـ Segment ID كل الحاجات موجودة طيب لكن هنا هتلاقي حاجة اسمها زي ما قلت لك هتلاقي حاجة اسمها Date ولو فتحت السهم اللي جنبه هتلاقي حاجة اسمها Date hierarchy وده بتحصل بشكل اوتوماتيكي لما الـ Power BI يحس ان فيه عمود الـ Type لو اخترت العمود ده هتلاقي الـ Format وهو Date وهو طيب بتاعه Date فهو فاهم ان فيه Date وبالتالي عمله يعمل له Year و Quarter و Month و Day طبعا ممكن تقيد لم يحتاج الـ Calendar Table لا لم يحتاج الـ Calendar Table ايضا لو هتستعمل الـ Time Intelligence Functions هتحتاج معهم يكون عندك Calendar Table ومحتاج كمان تمرك الـ Calendar Table وهو Table وتعالا نشوف لما هنعمل كده وانا واقف على Data View هتلاقي فوق في المينيو الرئيسية خذ بالك وانت واقف على أي Table سيكون عندك Two Tabs واحدة اسمها Column Tool واحدة اسمها Table Tool فانا هختار Table Tool ومن Table Tool هتلاقي الحتة بتاع الـ Dax موجودة هنا أربعة إيقون زي ما اتفقنا واحدة اسمه New Measure أو Quick Measure وهو Quick Measure ما هو إلا ويزرد بس تعمله علشان أعمل ماجر والتالي ممكن أـ Add New Column يبقى الـ Dax ممكن أستخدمه علشان أزود كولوم جديد وشوفناها في كذا فيديو في السلسلة أو الجديد هنا في الـ Power BI اني أستخدم الـ Dax علشان أعمل New Table يبقى عندي أربعة أبشن كلمة Calculations على طول معناها أن أعمل داكس يعمل ماجر أو 2 إيقون والإيقون لكي أعمل كولوم وآخر واحد لكي أعمل تابل جديد في الحالة أنا أريد أن أعمل تابل يبقى على طول سأختار New Table وأول ما سأختارها سيؤديني على طول على Formula Bar مثل الزبط الموجودة في الـ Excel واخد بالك إدالك اسم Default اسمه Table يعني هنا حالك محتاج تدي اسم للتابل وبعد ذلك إدى الـ Operator اسمه Equal لو تفتكر نحن كنا نكتب داكس في الـ Power Pivot كنا نقوم بعمل نقطتين وإقوال وهنا ليس محتاج النقطتين بتعمل إقوال عطوري بأول حاجة حدي اسم مثل داكس بالزبط ولكن ما نطبع سيكون اسم الـ Table ليس اسم الماجر أو اسم الـ Column هذا الـ Table يمكن أن أديره اسم وليكن مثلا نسميه الاسم التقليدي وبعد الـ Equal سأكتب الفورمولة فورمولة بسيطة جدا أو فونكشن بسيطة جدا اسمها كالندر فورمولة بسيطة جدا بـ Cale Date 2 Options يمنطين سأنتمها فحوم بسيطة جدا بالسهم التحت سأقوم بعمل وافتح لي محلوه هل محتاجة بأمس بـ Parameters منذ مجرد هذا نهاية السنة المالية ماذا تفعل فروح كل مزاتها بأن تصبح جواهة founders أول date و дан旗 سألت مصبلا في عمود واحد عبارة عن تواريخ تبدأ ببداية السنة اللي فيها اول الديت ده وتنتهي في نهاية السنة اللي فيها الديت الاخير قلنا الابشن ان اضع اليير اند انا لو بشتغل على كالندر يير فما فيش مشكلة 1-12 هيا الديفولت ولكن مثلا لو انا بنهي السنة في نص 30 جون يبدأ هنا اكتب 30 جون عشان يفهم ان اليير تنتهي في 30 جون في الحلقة بتاعتنا بس هقفر القوس وكل اللي هعمله هستخدم علامة الصح اللي موجودة على الشمال دي عشان اكمت على الفورمولا دي او اعمل تنفيذ للفورمولا دي و كما انت شايف و هتلاقي النتيجة النهائية اداني عمود واحد موجود قدام حضرتك كده موجود فيه ديتس ولو حاولت تبدأ الديتس تبدأ فين انتهي فين ممكن ابوص من الفيلتر هتلاقي بدأ من 1-1-2016 بس لو حاولت تنزل تحت هتلاقي مش باين قوي منتهية فين لانه العادل ايتم كتير جدا فهو مش قادر يجيبها لك جهة الفيلتر نفيش مشكلة ممكن نعمل و ممكن نعمل طريقة كده عشان نتفرج نشوف هو بدأ فين و منتهي فين خد بالك احنا الوقت انا واقف على حاجة اسمها column tool و اداني عليها اوتوماتيك عشان اختار بس انا عايز ارجع تاني على table tool و من المينيو اللي موجودة هنا هتلاقي حاجة اسمها mark as date table فلو اخترتها ممكن اختار السهم ده و اقول له mark as date table هيفتح يقول لي طفين ال date column اللي موجود هو column وحيد اسمه date هاختاره هايقول لي و ممكن ادوس اوكي وبالتالي كده هو فهم ان انا بقى عندي في الموضل بتاعي حاجة اسمها date table طيب ليس في شوية شغل تاني محتاجين نعملهم هارجع تاني اختار نفس ال column وروح بقى مرضي على column tools واختار format تاني مختلف غير ده اخذ بالك هنا فيه date و time انا مش محتاج بس غير ال time فممكن حتى من data type ارجع هنا واختار بس date مش محتاج معها ال time وانس ان اعملت كده هتلاقي ادالك long date format Friday January 1st 2016 من مكان بتاع الفرمات ده ممكن اختار فرمات اخف شوية وليكن مثلا اليوم واسم الشهر ورقم السنة عشان بس ال column يبقى بالنسبة لي readable بشكل احسن من كده طيب انا كده خلاص بقى عندي one column table في one column في date طبعا انا مش محتاج بس date بحتاج حب التأسيمات تانية فممكن زي ما عملنا قبل كده برضو في الفيديو بتاع calendar table ممكن اضيف شوية columns على ال column ده وانا وقف على column tools هروح على يمين خالص هتلاقي فيه ممكن اعمل new column اختار new column او من table tools نفس الكلام هختار برضو new column يبقى موجودة هنا وموجودة هنا وانا اضيفت على new column سيوديني تانية على formula bar والمراضي سيطلب مني اسم ال column والdex formula التي سنشئ بها ال column نفس الكلام default column ممكن اختارها واكتب مكانها مثلا month number ونفس الكلام سستخدم equal وابدأ اكتب على طول الفورمولة الفورمولة بتاعتي المراضي اسمها month هي بالضبط month الموجودة في ال excel ولكن محتاج اديها date والdate موجود في ال date column فابدأ اكتب اسم date column ال date column موجود جوه ال calendar فابدأ اكتب CL داني اهو ادي ال table اسمه calendar و ادي ال column اللي اسمه date سنعلم عليه بالماوس وبعد كده ادوس tab وبعد كده اقفل القوس وعمل علامة صح عشان اكمت الفورمولة دي ونرى ايه اللي سيحصل ادي ال column اسمه month number ولو فتحت هنا هتلاقي ارقام 1 ال 12 فشهر ال 1 وشهر فبولا 2 وشهر مارس 3 وهكذا لحد شهر ديسمبر ولكن طبعا انا هحتاج ال column ده ولكن غالبا مش دلح display report عايز ادي ال report باسامي الشهور مش بارقامها يبقى هنعمل column جديد ونقف على table tools اختار new column كمان ال column دلوقتين جديد هسميه month name وبعد ال equal اكتب على طول الفورمولة بتاعتي انت تفكر في ال excel فيه فورمولة اسمها text كنا بنستخدمها علشان نديها date ونخليها date هي ظهر في شكل مثلا ايام الاسبوع او في شكل اسامي الشهور نفس الكلام بزبط موجود فيه داكس ولكن الفنكشن اسمها format فحابدى اكتب for اول option format طالب مني value لازم تكون في صورة date في الحالة احنا فيها دي ونفس الكلام ال date موجود في اول column فحابدى اكتب اسم ال table اللي هو calendar والcolumn اللي اسمه date وبعد كده هعمل كاما وعايز مني الفورمات اللي عايز اظهر به شكل ال date هعمل ايه؟ هافتح double code بالزبط نفس الفنكشن بتاع تاكستر اكسيل احط double code جواها الفورمات لو عملت M M M هجيب لي اول تات حروف كل شهر اقفل double code واقفل القوص بتاع فورمات وعمل عمت الصح عشان اكمت الفورمولة دي او انفذ الفورمولة دي ظهر عندي column جديد اسمه month name متحتي اسامي الشهور تعلم الخطوة اللي بعد كده نضيف column كمان محتاجين فيه السنة انا محتاج اسم الشهر ومحتاج رقم السنة كمان هحتاجها اعمل بيها slicer او filter او حاجة زي كده نفس الكلام الكلام الجديد هسميه year والفونشن سهل جدا نفس الموجوده في الاسل اسمها نفس الكلام year وبتاخد parameter واحد او argument واحد ما هو الا التاريخ فهتده برضو calendar و الكلام بتاع date هنزل بالاسهم لغاية calendar date وكده اعمل tab وبعد كده اقفل القوص وادوس علامة الصح فكده بقى عندي زي ما حراك شايف calendar table موجود فيه التاريخ الكلام بتاع التاريخ وموجود فيه اربع تقسيمات او اربع categories وكمان اعرفت الpower bi ان ال table ده date table وعرفته الكلام اللي فيه date اللي هو اول column اللي اسمه date فاضل بقى الخطوة الاخيرة ان انا اقنكت الكلام ده جوه المودل اعرف ال excel ال relation دي ماشي ازاي فهرجع تاني على diagram view هاختار model view من هنا المرة دي محتاج بقى create ما حصلش loading فمعرفش detect فممكن انا الواحدي اخد بقى ال date من هنا وكنكت على date column نفس الطريقة اللي كنا نستخدمها one to many relation ال one جاي من ناحية ال calendar table اللي فيه unique list of dates وهي رايحة ناحية date table بنفس الطريقة دي نتأكد ان هو قدر يجيب dates مظبوطة من اول الاخر وقالت لك مش موجودة لما حاولنا نشوفها من data view علشان الفلتر مش جايب كل حاجة فنروح ال report view ونحاول نعمل اتنين مجرز في السريع نطلع منهم الاول تاريخ واخد تاريخ باستخدام two functions سهلين جدا نفس الموجودين في ال excel اللي هم من وماكس على report view سيسمى calculation موجود فيها ان انا ممكن اعمل major فعندك new major او quick major انا هاختار new major هيفتح لي باردو formula bar وحبدأ اداني اول حاجة فتعالا بقى انا هسمي الماجر ده المرة دي هسميه من date وهستخدم function اسمها من وهاختار ال calendar الاسمه calendar وهاختار منه الكلام اللي اسمه date وهاقف الالقوس او ادوس علامة الصح علشان ينفذ الفورملا دي هنا اقدر احدد ال table موجود في الماجر الماجر ده موجود في ال table اللي اسمه all sales ما عنديش مشكلة انا هحط كل الماجر في all sales ولو روحت على الفيلد في الناحية دي هتلاقي زي ما انت شايف من date موجود هنا و جنبه calculator الماجر ده معناه ان احنا نبطي على ماجر خد بالك في ال excel كان بيحط لك جنبها fx ولكن هنا بيحط لك علامة بعض الماجر ستلاقي جنبها sigma اللي هي علامة السجما دي السجما دي في الحالة دي خد بالك معناها ان ده يحتوي على ارقام مش معناها ان ده measure الماجر هو عبارة على الكالكليتر فهنا ال discount ده فيه ارقام عشان كده سجما ال quantity ارقام عشان كده سجما طب عايزين نجيب كمان الماكس date تعال نختار الاول من date هنا اخد بالك الفورمات بتاعه ممكن احدده يعني هنا اسم الماجر وهنا التابل الموجود فيه وهنا ممكن اختار الفورمات بتاعه بردو طبعا نختار فورمات سهل شوية date and time انا احسن لي اختار بس اللي فيه date عشان نعرف نتفرج عليه بشكل كويس يبقى كده كمان حددت الفورماتنج يبقى نفس ابدأ منه في ال excel لما بعمل ماجر ممكن اتاتش لي الفورماتنج بتاعه كمان ممكن اضيف ماجر جديد نفس الكلام وانا في ال data view مفيش مشكلة نيو ماجر موجودة هنا ممكن اضيفه اقول له لو سمحت اعمل لي نيو ماجر اداني برضو نفس الفورملا بار واداني على حاجة اسمها ماجر عشان انا اضيفه اسم المرة دي بقى سميه max date نفس الكلام وبعد ال equal نبدأ نكتب ال function قلنا هنسميها max نفس ال function موجودة في ال excel وهتديني ال calendar date علشان يديني اقصى رقم او اكبر رقم موجود في calendar date وتعنا نقفل القوس ونعمل نفس اللي عملناه نكمتها على الفورملا الاسم خلاص بقى max date وما فيش مشكلة موجودة في all sales table ونفس الكلام اختار له فورمات اشيك شوية اللي هو من غير ال time محتاجين بس date ولو بصيت على اليمين هنا في ال fields هتلاقي بقى عندك max ومن dates نتفرج عليهم احنا كده خلاص عملنا اذا تفرج عليهم نروح بقى report view ونتعا نختار اي visual ممكن نظهر فيه التو ماجرس دول هنا فيجول زريف قوي تعا نختاره من هنا اللي هو الكارد هنا ده لو افتعي هتلاقي مكتوب كلمة كارد واقفع لجنبه مالتي رو كارد ممكن اضعه فيه قيمة واحدة او ماجر واحد هنا ممكن اضعه اكتر من حاجة فانا اختار المالتي رو كارد وانتنا دست عليه هتلاقي على طول عملك هنا في الكنافس ده او في مكان بتاع الريبورتات ده هتلاقي على طول جابلك visual فاضي ويحب دقى ايه انا املاه فاتاكد بس انا مختار ال visual ده ممكن حتى نجيبه كده على يمين شوية اتاكد انا مختاره وتعالى بقى نروح نختار ونختار المين ديت وتعالى نتفرج عليهم هتلاقي كتاب لك ايه هنا كتاب لك والله الماكس ديت 31 ديسمبر 2019 وده صحيح لانا عندي هنا ثلاث سنوات اخرهم اربع سنوات اسف اخرهم 2019 وعندي بدء من 2016 فعندي واحد واحد 2016 لغاية 31 ديسمبر 2019 يبقى الاوتو كاندر فانكشن بتاعتي شغاله بشكل هايل وكمان لما هنضيف بقى سنة جديدة 2020 ونعمل ريفرش للموضل ده هتلاقي الماجر ده الواحده بيأبديت يعني معنا كده ان اوتو كاندر دي هتأبديت نفسها بشكل اوتوماتيك وحتزود السنة الجديدة تعالى بقى نضيف شوية ماجرز على الموضل ده عشان نعرف نعمل الريبورت متعالى نشوف احنا محتاجين ايه اول حاجة محتاج يجيب اجمالي للقوانتيتي انا عندي هنا فيلد بتاع الكوانتيتي محتاج اجيب له اجمالي وزي ما اتفاقنا ممكن من الريبورت فيو مفيش مشكلة وانا على الريبورت فيو هروح على هوم من الهوم هلاقي نيو ماجر او كويك ماجر كمان لو روحت على الموضلين هتلاقي كالكيليشنز الاربع انواع من الكالكيليشنز موجودين هنا فتعالى نختار نيو ماجر وتعالى نكتب فورمولة سريعة نحسب بيها اجمالي الكوانتيتي نديره اسم على طول total quantity وبعد الاقوال نبدأ نكتب على طول الماجر ومجرد معادلة sum وبعدين tab وتعالى نشوف هي عايزة ايه؟ عايزة مني column القولم طبيعي يكون quantity column اللي موجود فيه الالسيلز table دبل كليك وتعالى نقفل نعمل العامة الصح لكي نقفل الفورمولة او ننفذ الفورمولة وبعدين نختار من هنا موجود اسم الماجر وموجود نفس الكلام في التابل اللي اسمه all sales ونختار من هنا على طول الفورمات whole number اعتقد فورمات مش بطال بس ممكن هنا اختار الفصلة دي علشان يعمل لي 7 separator زيو دي اسم البلايس اعتقد برضو كويس بالنسبة للquantity لانه هو طبعا هول نمبر فاكيد هيبقى زيو دي اسم البلايس ولو جيت على اليمين هنا ادي الماجر الجديد اللي اسمه total quantity عايزين كمان نعمل ماجر نجيب فيه total sales ودي طبعا قلنا هتبقى مؤقتة شوية لان مفيش column اسمه total sales انا عندي quantity موجودة في الall sales زي ما انت شايف اهو ادي الماجر جمع دي موجودة هنا ولو رحت على product هتلاقي انزل كده تحت على product هتلاقي price وهتلاقي كمان discount موجود في الall sales فمحتاج من الثلاثة column انشئ ماجر جديد يكون فيه total sales هعمل كده ازاي نفس الكلام يلا نيو ماجر المرة دي هسميه total sales وبعدين اكور على طول ونتقى هنكتب بقى المرة دي مثلا السم هنستخدم sum x وقلنا السم x دي تعتبر dax iterator function ولو عايز تفهم تفاصيل dax iterator functions ممكن تروح على فيديو pp03 واللينك موجود دلوقتي فيه شرح وافي وكافي لموضوع dax iterator وازاي بيشتغل تعالى نعملها مع بعض على طول اول حاجة محتاج مني table هذه screen tip اهو طلب مني table التابل ده منطقيا وطبيعينا هيكون هو all sales فهختار اهو ال table اللي اسمه all sales بعد كده عايز مني expression عايز مني formula ازاي احسب عن طريق ال all sales table ازاي ممكن تحسب total sales اول حاجة انا محتاج quantity يبقى احدده على طول all sales واختار القلم اللي اسمه quantity بعد كده اضربه في one minus discount يبقى افتح قوس واحد ناقص وبعد كده عايز القلم اللي اسمه discount نفس الكلام موجود في all sales وهاختار القلم اللي اسمه discount واقفل القوس بتاع one minus discount والهاجة الاخيرة محتاج اضرب الكلام ده في price فهعمل علامة الضرب مرة تانية وعايز اروح بقى على table اللي اسمه product عشان اجيب منه ال price عشان اعمل كده محتاج function توديني وتجيب لي الرقم بشكل مظبوط الفنكشن دي شبه الموجودة في ال excel العادي واسمها related فهعمل علامة الضرب وبعد كده ابدأ اكتب related r e l اول اختيار related اعمل tab محتاج مني اسم الكلام عشان ينفذ عملية الكلام طبيعي محتاج اروح على product فهانزل تحت لغاية product وبعد كده price واعمل tab وبعد كده ال close وقف ال close وقف ال close وقف ال close وعمل علامة الصح فبالتالي اكمت على الماجر ده او الفورمرة ونفس الكلام اسم الماجر موجود فوق total sales موجود في all sales table وي الفرماد اعتقد ممكن اختاره وممكن اختار زير decimal places يبقى كده الماجر بتاع total sales كمان خلص اخر حاجة محتاج بقى احسب متوسط الاسعار انا عندي رقم البيع او رقم ال sales وعندي ال quantity او الكميات لو اسمتهم على بعض ممكن اجيب متوسط الاسعار يلا new measure المرة دي هسميه average price space واقل وطول نكتب الفنكشن اللي اسمها divide وقلنا divide باستخدمها لما بيجأ اسم حاجتين على بعض ولكن ميزتها انه بيتجنب الاسم على الزيرو يعني ممكن ديه alternate value تبقى zero او تبقى blank او اي حاجة فتعالنا عطول نكتب divide enumerator عايز احط ايه فوق عايز احط الميجر اسمه total sales وعشان اجيب measure ممكن عطول افتح square bracket هيجيب لي كل الميجر اللي عندي عندي max date والmain date و total quantity total sales فهاخد total sales اختارها واعمل tab وبعد كده قام الميجر محتاج احط ايه تحت اقسم على ايه نفس الكلام محتاج measure اللي هو اسمه total quantity هاختاره بالاسهم وقام بلونه ازرق اعمل tab alternate value ممكن انا اختارها هي optional ممكن اختارها لو عايزة تكون صفر احط الصفر باداية لو عايزة تكون blank ممكن اسيبها فاضية في حالة اعتنا ممكن احطها صفر وبعد كده اقفل القوس وبعد كده تدوس حطيتك كما انت شايف على علامة الصح عشان برضه تقومت على الميجر ده نفس الكلام number formatting ممكن اختاره currency ده سعر بيع ممكن يبقى بالcurrency ممكن احط واحد دلوقتي كده خلاص بص بقى عندي عندي خمسة ميجرز منهم ثلاثة هحتاجهم في الدس بلاي او في ال pivot table اللي انا هعمله average price total quantity و total sales وبكده نبقى احنا جاهزين عشان نبدأ نعمل reporting على الموضل ده ونبدأ نطلع شوية visuals اخر جزء فيديو النهاردة تعال بقى نبني ال pivot table report التفقنا عليه ونحط معايا شوية slicers جوه report view او في page 1 هنا طيب قبل ما نعمل كده فيه شوية حاجات لازم نعملها الاول في ال data model فتعال نروح على model view اللي هو شبه ال diagram view بتاع ال excel و تعال نبص على الجدال اللي موجودة هتلاقي ان فيه زحمة جامدة قوي الوقت يبقى عندي ال all sales في ال fields اللي جاية اصلا في ال table وبعدية فيه خمسة measures وهنا برضو ال calendar فيها 4 columns هنا فيه 2 و 2 و 4 لما تروح تبص على report view هتلاقي زحمة جامدة جدا هنا زي ما انت شايف كم كبير جدا من ال fields فمحتاجين نختصرهم شوية نعمل كده ازاي ارجع تاني على model view و تعال نبدأ نشوف احنا مش محتاجين ايه مثلا في ال calendar انا مش محتاج ال date اكيد مش ه report بالايام at least في الوقت الحالي فلو اخترت ال column بتاع date هتلاقي فيه علامة كده زي العين كده لو عملت عليها click هتلاقي عمل شرطة على العلامة دي وده معناه ان هو اخفى الفيل ده من report view فزي ما انت شايفه هو بقى فيه شرطة كده موجودة ومش محتاج month number لان انا محتاج month name و year بس فممكن اعمل نفس الكلام في month number لو نزلت تحت في ال region هتلاقي عندك ال region ال region ID انا اكيد مش محتاج ال region ID ممكن برضو اختارها واعمل نفس ال click على العلامة او الايكون الموجود هنا نفس الكلام في channel عندي channel channel ID محتاج بس channel فممكن اخفي channel ID او اعملها هده من report view بنفس الطريقة بالزبط بعد كده ال product مش محتاج ال price ال price استخدمته في الحزبة اللي عملناها ومش محتاج product ID فممكن اختار price واعمل control واختار معها product ID هتلاقي اتنين متعلم عليهم وهو ممكن اختار بقى واحدة فيهم واعمل click على نفس ال icon ده هتلاقي نفس الكلام بقى فيه زي ما انت شايف شرطة وشرطة هنا كده معنى كده ان هنا بس فيه اتنين field ممكن اشوفهم في report view لهم ال category و product طبعا مش معنى كده ان انا مقدش استخدم الفيلد دي لا ممكن استخدمها اعمل عليك ال creation او احطها في measure او اي حاجة ولكن هي بذاتها كبا مش تظهر معايا في report view بالنسبة لل all sales بحتاج بس ال measures ادي 1 2 3 4 5 measures تحت بعض ولكن كل ال fields التانية مش محتاجة فممكن اختار اول واحد وادوس على shift واختار اخر واحد ونفس الكلام ادوس على نفس ال icon فهيعمل hide لي كل ال fields دي مش هتكون موجودة في report view زي ما انت شايف اهو اعمل لي شرطة على كل ال fields دي ارجع بقى تاني على report view بص بقى على ال field list هتلاقيها بقت اصغر بكتير والتعامل معها بقى اسهل بشكل كويس طيب قبل ما نبدأ ال report برضو فيه حاجة نقصة تعالى مثلا ناخد ال calendar ونختار month name خد بالك بس ما تكونش مختار اي visual هنا تكون مختار حتة فاضية وروح على month name واعمل عليها click فاول ما هتختار month name ال field دي في ال calendar ده ادي ال visual هاو قدامك table visual ولو بصيت هتلاقي ال field ده مترتب الفاباتيكل يعني apple وراها august طبعا مش ده انا عايزه انا عايز جانيواري لغاية ديسمبر فطبعا ده حاجة مش ظريفة فمحتاج برضو اصبطها اعمل كامدة منين هروح على data view ابوص على ال table نفسه واختار calendar table من على يمين اختارت calendar table ادي ال field انا محتاج ارتب month name هرتبه بدلالة month number ودي برضو كنا شفناها موجودة بالظبط اختها في ال power pivot وانا مختار الكلام اللي اسمه month name بعد كده هروح اختار ال tab اللي اسمها column tools ومنعلمين هلاقي icon اسمه sort by column انا عايز ارتب بالcolumn اللي جانبه على طول اللي اسمه month number once ان اخترتها لو رجعت تاني على report view بص على ال table هتلاقي متاتب مظبوط من جانبير حد ديسمبر هل انا محتاج ال visual ده في حاجة؟ طب بدل ما انا مختاره كده اخد بالك وانا واقف عليه هو معلم على table اهو لو قفت هنا هتلاقي ال visual ده اسمه table فما انا مختاره كده زي ما هو اعلم على اللي جانبه على طول اسمه slicer لو اخترت بقى slicer كده حوله الى slicer وكده ممكن اختار منه المنث بالشكل اللي انا عايزه فهخليه كده دلوقتي وبعد كده هنعدل فيه تاني فحط ال slicer كده على الجنب شوية وتعالى يلا بقى احنا جاهزين ممكن نبدأ نبني ال pivot table بتاعنا هاختار برضو حتة فاضية في ال grade وتعالى بقى على ال visual انا عايز pivot table الاكويفلين بتاعه في ال power bi اللي هو اسمه matrix فهاختار ال visual اسمه matrix اول ما حدوس عليها هيبدأ يحطي ال visual اسمه matrix ممكن اكبره شوية ويقاطلعه فوق حبة وبعد كده ازاي بقى ابدأ ابني ال report بتاعي بالزبط زي ال excel بالزبط لو انت وقفت هنا على التابة دي تحت ال visuals فيه تابة هنا اسمها fields وبصكها تحت فيه rows و columns و values ممكن ابدأ على طول ابني ال report بتاعي اجهو الكاتيجري واحطها في ال box بتاع ال rose هتلاقي عندك على الشمال هنا بقى عندك لستة بالcategories تحت الكاتيجريز عايز احط لفل تاني اللي هو ال product نفس ال table اسمه product هاخد بينه ال product واروح برضو على ال rose واول ما هلاقي كده الشرطة او الخط اللونه orange ده لو سبت اي دي هيحطه على طول في نفس المكان هنا بقى عندي report category وتحتها product ولو هنا هتقع على الشمال زي كده ال plus اللي موجودة في ال pivot table لو دست عليها هي expand وهتلاقي ادي الاكسيسوريز المتقسمة لبايك راكس و هلمت و لايتس و هكذا عايز اكسباند كله وممكن اعمل right click واروح على expand واختار all يعني كين يقوله expand all زي ال excel بالزبط فتح لي كل الكاتيجريز طيب الفونت صغير اوي عايز اغيره احنا قلنا هنا في ال fields لو رحت على التابة اللي جنبها دي اسمها format زي الرولة بتاعت الدهان او paint roll لو دست عليها هتديلك بقى ال formatting انا عايز اكبر الفونت الفونت ده هتلاقي موجود في ال row headers لو فتحت السهم اللي جنبها ممكن انزل تحت خالص واختار الفونت size text size بتاعها بدل 10 خليها 12 مثلا فكده اكبرها لك شوية كده ممكن اقدر اشوف بشكل كويس طيب بعد كده عايز ايه انا جبت هوا تقسيمة ال category وتقسيمة ال products محتاج باقي اديها شوية measures عشان احط شوية ارقام في ال report فاول حاجة ابدأ ب total quantity من ال all sales ارجع تاني على ال field list زي ما قلنا بالزبط ده ال field list بتاع ال pivot table اختار total quantity ودرج و احطها في ال values فاجاب لك هنا على total quantity و ادي ال amounts ممكن برضو محتاج اكبر الفونتات شوية هارجع تاني على format والمرة من values هعمل سكرول لحد منزل لغاية تحت خالص هلاقي حاجة اسمها text size برضو خليها 12 كده بقت 12 محتاج برضو اكبر ال column header فنفس الكلام ممكن اطلع فوق شوية واختار ال column headers وانزل تحت وحلاقي text size برضو خليه 12 فكده ال report بقى شكله معقول محتاج ازود جنبيها sales او sales value ارجع تاني على fields ادي total sales اختارها وانزل بيها تحت في ال values تحت total quantity هتلاقي برضو الخط الاصفر ده اول ما تسيب ايدك هيزود لك على طول column جديد وفيه total sales اخر حاجة ال average price ادي هجيب ال average price وانزل بيه تحت واحطه تحت sales او ما شوف الخط ال orange هسيب ايدي فكده بقى عندك اهو ال report اكتمل ممكن اعمل resize بالشكل اللي انا عايزه واخد بالك ممكن هنا طالما فيه الخط ده يعني ممكن تعمل scroll وي total موجود تحت ممكن طبعا عن طريق ال formatting اغاية كثير جدا زي ما انا عايز دلوقتي انا عندي هنا slicer اللي slicer ده على طول شغال automatic مع ال report يعني لو اخترت مثلا جانيوري سيسليس على طول شهر جانيوري بس اخد بالك انا مش عارف انهي جانيوري عندي اربع سنين فمحتاج اجيب السنين فانا مختار السليسر محتاج كمان year فحروح على ال calendar واخد year واخد year وحطها فوق month او ما شوف برضو العلامة البرتقاني او الخط البرتقاني ده هسيب ايدي فكده بقى عندك two levels اهو عندك year والmonth ممكن اختار مثلا 2019 expand هتلاقي ادي ايه الشهور كلها فممكن اختار مثلا وقت جانيوري 2019 فكده السليسر بتاعتها شغال كويس محتاج ازود واحد او ثاني سليسر كمان عشان اخد معي region وي التشانيل فممكن اختار نفس الفيجول واعمل right click وانا واقف عليه في اي حتة واقول له copy visual وبعدين اقف اي مكان براه وممكن استخدم control v مثل ال excel او هنا هتلاقي فيه زهار اسمه paste ممكن اعمل paste مرة فعملك paste لسليسر جديد ممكن اخده مثلا احطه تحت او على الجنب وممكن اعمل paste مرة كمان لسه اعمل copy فعمل لك copy ثالثة ممكن احطها على الجنب هنا ونحطها في اي مكان عايزين فكده بقى عندك اهو مفيش مشاكل عندك ثلاثة سليسر اول واحد ده ممكن اختاره نفس الكلام واروح بقى غير الفيلد بتاعته اشيل اليير وشيل المنث وبعدين ارجع اخد حاجه مثلا وحطها هنا يبقى عندي سليسر بالشانل ممكن اجيب السليسر الاخير وهارجع تاني على الفيلد بتاعته واشيل برضو اليير وشيل المنث واخد مثلا مكانهم الريجن احطها في الفيلد فبقى عندي سليسر تاني موجود هنا وهو اتكاريت بقى بالريجن ممكن بقى الوقت اختار جانيار 2019 ممكن اختار مثلا الكي اكاونتس واختار كمان مثلا هنا الريبورت ده باصص على جان 2019 كي اكاونتس زي البيوت تابل بالزبط ممكن العب بالسليسر دي زي ما انا عايز وهنا بس انا بديسبلي زي ما عاك شايف اول ديت واخر ديت اللي موجودين في الفاكت تابل وفي الكالندر تابل بتوعي طيب دلوقتي انا تقريبا كده ممكن اخر حاجة ادي اسمي للبيج فممكن اجي على بيج وان دي دابل كليك عليها وديها اسم مثلا وليكن ده مفيش مشكلة خالص زي بالزبط ما بعمل في الاسل واسمي التبادل بتاع الاسل المرة الجاية هنعمل بقى بلاس هنا هنضيف تابة جديدة على نفس الموديل ده ونعمل بقى ريبورت هنهتم بقى اكتر بالفيجولز المودي بس احب نعمل بقى 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 عشان فراك الدنيا بشتغل ازاي ونتأكد ان احنا عملناه المجلز اللي عملناها كلها شغالة بشكل مظبوط خد بالك لو تلاحظ هنا كل الفورماتينج اللي عملناه جاي معنا بشكل هاي الادي الكورنسي بالنسبة للسيلز و للبرايس وهنا وان ديسمال بلايس وهنا زيو ديسمال بلايس وطبع ما فيش كورنسي لديها كوانتتي فالدنيا الماشي معايا بشكل كويس قوي اخر خطوة قبل من سيبك تعال نرجع بقى على الوريجنال ديتا بتاعتنا ونشوف ازاي احنا ممكن نعمل اوبديت الديتا دي فلو تفتكر تعال نرجع في اول الفيديو خالص كنا على الفايل الاسمه all sales كان فيه اربع سنين لغاية 2019 عندي السنة بتاع 2020 موجودة في فايل تاني التابة دي كلها ممكن اعمل لها copy right click وقوله move or copy تعال ناخد منها copy بس فحاختار هنا create copy واختار all sales وقوله move to end وقوله اوكي هلاقي الفايل بتاع all sales بقى فيه خمس تابات خمس سنين بدل مكانه اربع سنين الوقتي ممكن اعمله save وclose لازم تعمل close وارجع الpower bi ومن هوم هتلاقي اسمها queries وحاجه اسمها refresh لو قفت عليها وقلت له refresh هيبدأ يعمل refresh لكل الديتا وحيبدأ يعمل update بشكل اوتوماتيكي للسنة الجديدة اللي زادت في ال all sales فايل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في الاول كده خلاص ال refresh اللي كنا عاملينه خلاص خلاص ممكن وانا واقف على السليسر بتاع السين والشهور اعمل uncheck على january علشان مبقاش فلتر على january وكل لابس 2019 هتلاقي تحتيها 2020 ممكن expand بقى واختار مبقاش بشكل معقول والكالندر تابل بيحصل له expansion والموديل كله بي update automatic من النهاردة مركزناش اوي على visual بس حبينا نشوف ازي نعمل pivot table مع حبة slicers المرة الجاية هنضيف page جديدة ونبدأ نعمل dashboard يكون شكله احسن من كده ونشوف كمان ازي ممكن نبابلش الداشبور ده على البرتال بتاع الpower bi pro او على الpower bi cloud ونشوف الكلام ده ازي ممكن نعمله شير مع زمائلنا ونتفرج على الكلام ده على الويب سايت بتاع الpower bi فيديو كان كبير جدا شفنا فيه موضوعات كتير اوي شفنا ازي الpower bi من الاول خالص حكينا حكايته من البداية شفنا مكوناته ازي بيشتغل روحنا استخدام الpower query عشان نجيب بعض الفايت من ال excel حطنا نعم كلهم مع بعض عملنا data model عن طريق ان احنا انشأنا علاقات بين الجداول مزودنا calendar table وبعدين عملنا شوية measures عشان نحسب شوية ارقام او نحسب شوية calculations جوه الموضل بتاعنا واخر حاجة عملنا pivot table وحركناه بشوية slicers وكمان في الاخر جبنا دي تجديدة على سنة 2020 وعملنا update automatic وشوفنا الدنيا شغالة ازي بشكل هايل اعتقد مقدمة مش بطالة على الpower bi لو عجبك الفيديو لو سمحت اعمله لايك واشتراك في القناة واسب لي تعليق وهتلاقي هنا لينكات منهم مثلا لينك بتاع السلسة دي من اولها ممكن ترجع له هتلاقي لينك كمان بتاع الpower query series من اولها وهتلاقي لينك بتاع الpower query advanced برضو ضريف هتلاقي في بعض الفيديوهات بدأنا نبني فيها واحدة واحدة ممكن برضو ترجع له هتلاقي فيها استفادات كتير جدا وشكرا جدا لوقتكو وارجو تكونوا استفادتوا واشوفكو في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته